ترجمة نانسي قنقر تكون النتائج فيها لغير صالح حزب حركة النهضة على أموم بالتذكير نحن في نظام برلماني معدل النظام برلماني ميستوان ولا يسمح بظهور ديكتاتور سلطة الفرد رئيس الدولة وفي نفس الوقت عيب عدم الاستقرار السياسي وتساقط الحكومات والوزراء بسرعة كبيرة جدا تونس الوزير الآن أصبح لا يعمر أربعة خمسة ستة أشر رئيس حكومة إذا عملنا المعدل سنة ونص سنتين هذا هو عيب النظام البرلماني. الإشكال أيضا حتى إن لم تنجح هذه الحكومة وعدنا انتخابات جديدة فالمشهد لن يتغير ربما بشكل راديكالي سيكون هو نفسه وسنعود إلى نفس الأزمات التي عشناها دائما مع النظام البرلماني. لهذا تم صعوبة كبيرة جدا في تخطي عقبة هذا النظام. ربما بدأ التفكير في نظام رئيسي معدل أو شبه رئيسي حتى تخفف من صلاحيات الرئيس. لكن أعطاه صلاحيات لنصر. الرئيس الدولة صلاحياته فقط في الدفاع وفي الخارجية. وثم اللعبة السياسية. كما قلت الأسف التحالفات تنقلب بنسبة 180 درجة من الأقصى إلى الأقصى. وهذا غريب. لأنه المفروض أن تبلد تحالفات على قيم على برامج اقتصادية اجتماعية في اليمين أو في اليسار. ماذا تريد بالضبط؟. وليس انقلابات 180 درجة في الموقف. لأن هذا أيضا زعزع ثقة الناخبين الذين ينتخبون أحزاب. تعادي بعضها بشكل كبير جدا. لكن لا تأتي نتاج الانتخابات حتى تصبح أحزاب متحالفة. لكن من الممكن أيضا أن تطرح في التجربة التونسية. وهذا ما قلت في كتب يوم حاضراتي هناك في تونس. أن تطرح الوصفة السحرية السويسرية. لأن سويسرا لا توجد فيها معارضة كل من يصل إلى البرلمان. آليا يذهب إلى الحق عبر نفس الحصة التي يكتسبها في البرلمان. في طار الوحدة الوطنية الدائمة. ولا توجد معارضة أبدا في سويسرا. للجميع يصل إلى الحكومة. مدام ما وصل إلى البرلمان. ربما الوصفة السحرية السويسرية تنقذ النظام البرلماني التونسي. وأن لنا في السداد تام دستوري. وفي مازق متكرر. وفي تعطيل متكرر للحياة السياسية. وهذه ليست أول مرة. بل ربما مرات ومرات منذ سنة 2011. نعم. سيدة ريّة القاسمي. أعود وأقول. المناخ في تونس العاصمة الليلة. نحن على بعد وقت وجيز ربما من إعلان رئيس قيس سعيد المرشح الذي وقع عليه الاختيار. قبل أن يعلنها. سمعنا حزب حركة النهضة. يعلم عن ثقته في تقدير الرئيس. ما هي التوقعات في تونس الليلة؟ الأجواء في تونس. هناك انتظار لربما كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد. التي ربما ستكون في كلمة هذا الأعلان عن الاسم أو هوية رئيس الحكومة. تتزامن مع احتفال تونس بالذكرى 63 لعيد الجمهورية. والذكرى الأولى لرحيل رئيس قايد سيبسي. الشخصية التي حافظت تأتيلة الوقت على سعيها في التوافق الحزبي بين حركة النهضة وحركة نداء تونس. الشخصية ربما التي عاملت طوالة فترة حكمها على الحفاظ على التوافق أو ما يعرف بتوافق الشخصين. إذن انتظار وترقب من قبل كافة القواء السياسية والمجتمع المدني وحتى المواطنين للشخصية التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية قايد سعيد. وفق مقتضيات الخصص الـ 89 من الدستور التونسي. أستاذ رياضي الصيداوي لن يطول الانتطارك كي نعرف. لكن أنت تعلم أن ما تشهده تونس منذ فترة منذ مطلع العام ليس مجرد أزمة حكومية. في الواقع كان يجب أن تكون لتونس حكومة تعمل وفعالة في إيجاد حلول جدرية للمشاكل التي قامت الثورة من أجلها في تونس. ما تشهده تونس هو صراع عقائدي بين الليبراليين في تونس. وبين حزب حركة النهضة وخلفيتها الإسلامية. وهذا شيء لا يمكن إنقاره. السؤال هو ماذا سيحدث هذه المرة؟ هو في الواقع الصراع العقائدي بين الليبرالي والإسلامي. فقط أيامات الانتخابات يتم شحل القواعد من الطرفين. لكن بعد الانتخابات يحدث تحالف كبير جدا بين حركة النهضة الليبرالية اقتصاديا. والمحافظة اجتماعية. قبل مع ندى تونس. والآن مع قلب تونس. إذن الشحن وفقط العداوة فقط في الحملة الانتخابية. والمشكلة أستاذ رياض. المشكلة أن هذا الشحن وهذه المناورات التي تقوم بهذه الأحزاب والكتل والتحالفات الصغرى. تعرقل العمل الحكومي وتهدد أيضا السلم المدني. أليس كذلك؟ تعرقل طبعا الحمل الحكومي. نحن أمام نظام برلماني. وذكرك أنه في الثمانينات في إيطاليا كل شهر ثلاثة أشهر تسقط حكومة. في بلجيكا ثلاثة سنوات. وهم وحلون في عمل الحكومة. نفس المشكلة في لبنان وفي العراق. النظام البرلماني حسب رأيه يلزم حكومة وحدة وطنية تلافية دائما على طريقة السويسرية. ولا تمر تونس تعود إلى نظام رئاسي معدل. تكون للرئيس دولة كل الصلاحيات. هذا الاتلاف الذي تبدو مؤشراته بين قلب تونس وحزب حركة النهضة. النهضة أليس كافيا ليضمن لتونس استقرارا حكوميا طيلة الولاية البرلمانية القادمة مثلا. ورئيس قيس سعيد يجب أن يكون على دراية وعلى علم بذلك. لأن من سيدفع الثمن هو تونس والشعب التونسي. ومستوى معيشته. سنرى ما سيحدث لأنه حتى الاتلاف هو 32 مقعد. أعتقد وحركة النهضة 34 مقعدة. يعني 32 مقعدة وخمسين. 86 مقعدة. ربما مع اعتلاف الكرامة. أعتقد 19 وعشرين. كل ذلك. ولا نصل إلى 109 مقعدة. يعني أكثر من الأغلبية نسبيها حتى نستطيع الحكومة أن تأخذ ثيقة. يعني النهضة لم تستطع لي واحدها مع اعتلاف الكرامة. حتى مع قلب تونس وعاتلاف الكرامة لا تستطيع لها. لابد لها ببحث عن تحالفات أخرى. ربما إذا يحدث العكس يتم معازلها. هناك السيناريو الذي يقض مجع. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة. ترجمة نانسي قنقر